معروف غيمرز كونت جدا يرجعلككم الجديد من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر تعالوا هناك وجربوا أفضل ألعاب كل معلومات رح تلقونا تحت في الديسكريبشن هلا الله فيكم حق جيدة من توب 10 أنه الحق رح يكون عشر ألعاب صدمتنا بالقصة حقتها يعني صارت مفاجأة غير متوقعة في وسط القصة أو في نهاية القصة وطبعا رح يكون في حرق كبير للألعاب القصص حقتها فإذا ما تبي حرق وقف الفيديو وإذا تبي حرق أو لعبت الألعاب هذه نفسها وقبل ما نبدأ لا تنسون تعطونا اللايك والاشتراك في القناة اللي ما يشترك والحين خلونا نبدأ في المركز العاشر معنا لعبة بورتل 2 بورتل 2 في شخصية آلية اسمها ويتلي هذا الشخصية مداية القيم يصير معاك ويساعدك في كل شيء ويعلمك أشياء كثيرة وتحسك خلاص صار صديق الصدوق ولما توصل عند البوس الأخير اللي هو غلادوس اللي هو نفس البوس الموجودة كانت في جزء الأول تنصدم أنه هي ما هي البوس الأخير وتكتشف أنه لسا اللعبة فيها أشياء قدام قصص معقدة بزيادة لكن أهم نقطة صارت أو الصدمة اللي جتنا أنه ويتلي طلع شرير وهو اللي طلع عقل ومدبر لكل شيء وهو اللي آخر شيء بتتهاوش معه في المركز التاسع معنا لعبة فاينل فانتسي 10 شخصية أورن في لعبة فاينل فانتسي 10 يعتبر من أكثر الشخصيات الرهيبة ولتحس مرة كول في الألعاب الأربي جي في مكان في اللعبة راح توصلها اسمه الفار بلين هذا المكان يروحوا للناس عساس يكلمون الناس الميتين إذا عندهم حاجات مثلا يبوني ينهونها معاهم ولما كان يروحوا للأبطال أورن رفض بحجة إنه ما يبغي يشوف الماضي حقه أنت كلاعب بتقول أوكي يمكن رجال ما ماضي مرة سيئة ما يبي قابله وبعدين قدام في اللعبة يونا راح تستخدم تقوس بحيث إنه تخلي الأرواح المعلقة في الدنيا تروح للعالم الثاني ويفاجأ اللاعب إنه اللي جالس يختفي هو أورن معناته أورن كان عبارة عن روح من بداية القيم عبارة عن شخص ميت من بداية القيم وهو معاك كان طول اللعبة تحسوا إن إنسان عايش معاك وصديقك وحتى هو ميت وحتى هو يختفي برضو شكله مرة لكل هذا هو العالم الآن في المنكس الثامن معنا لعبة باتن كايتوس هذه اللعبة كتين منكم أكيد ما يعرفها لأنها نزلت على جهاز القيم كيوب وكانت حصرية له كانت عبارة عن لعبة أر بي جي عادية لكن الفرق فيها كروت في آخر اللعبة الشريرة بتجيك وبتقول إنه في واحد خاين معاكم أنتم يا الأبطال بعدين بتقول يا الخاين يلا طلعوا نفسك وعرفوا عن نفسك الحين فعجزون الأبطال يصربون بينهم يعني أكيد كان في واحد خاين بيننا مين هم؟ وبعدها يجيك الخاين اللي بينهم يطلعوا يعرف عن نفسه وإنت كلاعبة بتنصدم لأن الخاين هو بطل اللعبة نفسه اللي أنت قاعدت تعرفين بداية اللعبة قالنا أني أنا الخاين وأنا سويت كل هذا عساس أنه بأنتقم اللي صار الأهلي ولازم أسوي كل شي يعني أقدر عليه عشان أنتقم منهم وبعدين طبعا اللي معاها والأصدقاء مم صدقين كيف كذا كيف البطل كيف أنت الخاين أبدا مشيط خراس فهذا شي يصير بطلة اللعبة بتطع لك أنت اللعب بتكلمك بتسألك لك بداية لعبة تحط اسمك أنت فبتسألك تقولك هل كنت تعرف عن هذا الشيء ولا لا بيجيك خيرين يا إي يا لا مهما اخترت البطل بيجاوب عنك بكل أحوال بيقول أن أنت اللاعب اللي هو اللاعب كان يعرف عن هذا الشيء من البداية وكان ضده عشان كذا هو والشريرة خلوا اللاعب يفقد الذاكرة وكأنه تجي العالم أول مرة حاجة جدا رهيبة صراحة كانت ثم الكثير سابق معنا لعبة هيفي رين هيفي رين عبارة عن لعبة استكشاف غموظ قصة اللعبة شخصية إيثن مارس يدور عن ولده المفقود ورح تلاب أيضا شخصيات ثانية في اللعبة مثل الـ FBI نورمان جايدن والمحقق سكوت شلبي وكل أليكم تسوي في اللعبة كلها أنكم دورونوا على القاتل أوروغامي في اللعبة كلها طبعا إذا مشيت في اللعبة صح لأنه في خيارات كثيرة وفي هناك كثيرة اللعبة إذا مشيت فيها صح رح تكتشف أن القاتل هو سكوت شلبي اللي هو المحقق اللي أنت كلاعب لعب فيه فترة من الفترات فهذا صدمة كبيرة للاعبين لأن سكوت شلبي يعتبر أكثر شخصية تحسوا حنون بين الشخصيات كلهم وفي موقف كثيرة صارت له ورد كيف أنه طيب وحنون فعشان كي أنت كلاعب تمصدم كيف هذا الشخص هو المجرد في المركز السادس معنا لعبة بريد لعبة بريد عبارة عن لعبة الغاز قصة لعب أنك تلعب بشخص يحاول أن ينقذ أميرة هذا اللي تعرفه وتحل الغاز وآخر شيء آخر مرحلة رح توصل تلقى الأميرة فوقك وانتحت وتلقى الشرير ماسك الأميرة وهربت منه الشرير وقام عصبه وكسر الدنيا فأنتو الأميرة قاعد تهربون حي من القصر فلما تركضون مع بعض الأميرة فوق تفتح لك الأبواب تحت وانتحت تركب عادي لين تصل إلى مكان غريب قليلا تلاحظ أن الثرية قاعدة ترجع ورقة تتصلح أنت كلاعبة تستغرب ما قاعد يحدث هنا ليس فقط تلاحظ وقتها بعد إذا لم ترحب من البداية أن الموسيقى قاعدة تمشي بالعكس فبتمشي معها لين ما تصل لآخر شيء تشوف أن الأميرة أصلا كانت مسجونة وانت اللي سجنتها والرجال هذاك اللي هربت منه وما هربت منه هي رحط له وأنقذها وهربت معاه فعشان كذا اللعبة طولة قاعدة تمشي بالعكس وقاعدة توريك القصة كيف الأحداث قاعدة تمشي بالعكس فهذه صدمة اللعب منك تشوف أنه أنت اللاعب هو الشرير اللي في اللعبة والأميرة كانت تهرب منك طوال الوقت في المقز الخامس معنا لعبة Dead Space وهو يعتبر واحد من أفضل لعاب الرعب المنظور الثالث وتلعب بطل اسمه آيزيك كلارك وحداث اللعبة تصير في محطة فضائية اسمه الإشمورة وآيزيك جتها رسالة من حبيبته نيكول بحيث تقول لها ساعدني وشوف اشي قاعد يسير بالسفينة ويحاول لحل الغاز ويشوف كيف تحولوا اللي كانوا بالسفينة الى زومبيز أو نيكرو مور طبعا طول اللعبة نيكول ترسلك رسائل وتكلمك عن طريق رسائل فتحس انها موجودة في السفينة لكن بتنصد من بعدين انت كلاعب لما توصل أو آيزيك بعد لما توصل المرحلة في اللعبة تكتشف ان نيكول أصلا ماتت معناته ان اللي كان يكلمك وكل الرسالات التي تجي في راسك كلها من راس آيزيك فقط يعني كل ما مخيلته والسبب يعود ان في شيء اسم ريلك وهو الأصلا اساس البلاء كله وهذا الشيء هو عبارة عن طاقة كانوا يبون ينقبون عنها ويستخدمون منها اشياء اساسي ياخذونها في العلم لكن الاشياء الجانبية من هذا الشيء انها حولت نفس الناس الموجود في السفينة الى وحوش او زومبيز نيكري مور وخلت آيزيك يهلوس ويفقد عقله طبعا تنتي اللعبة وتكتشف ان عاقل آيزيك الى الابد تدمر وصار يجي خيالات كثيرة حتى الجزء الثاني والثالث في المركز الرابع معنا لعبة كولف دوتي بلاك اوبس ما حد يقدر انكر ان قصة بلاك اوبس تبدو واحدة من افضل قصص الموجودة في العاب كولف دوتي قصة لعبة تلعب شخصية اسمه أليكس ميسن وبداية اللعبة رح تكون في كرسي مكبل وناس يجون يستجبونك عن ذي نمبرز او الارقام وهيبارة عن كود فكرته انه يصحي العملاء الروسيين النايمين وبعدين يبدأ أليكس يقص قصته ويقول انه كان في السجن مع صديق له اسمه فيكتور ريزنوف وطبعا هو فيكتور سووا انقلاب بالسجن وقتلوا ناس وهربوا مع بعض وبعدين تكشف حاجة غريبة في اللعبة تكشف ان ريزنوف يختفي فترة ويجيك فترة وحيانا يجيك في اماكن ما تتوقع ان يقدر يدخل فيها اسطنة ويجيك او مو في مكان يدخل منه وحتى واحد من الاحداث تلقى ريزنوف يقتل واحد من العلماء المشهورين في اللعبة وبعدين بتشوف نفس المقطع هذا لكن بتكتشف انه اللي قتل العالم هذا مش ريزنوف لكنه اليكس نفسه وبعدين بيقولك ان ريزنوف مات من بداية اللعبة لمحها في السجن لما جيت تهربون وما كان موجود معاك طول اللعبة يعني كل اللي ريزنوف اللي قاعد تكلمه هذا تكلم من مخيلة اليكس ومو بس كذا اليكس ميسن كان منوم طول الوقت يعني يعتبر انه عميل لكنه ما استخدمه النمبرز عليه او الكود بحيث انه يصحونه من النوم اللي فيه طبعا لنتكلم عن النوم زي تنوين مغاناطيسي في المركز الثالث معنا لعبة انفمس في لعبة انفمس تلعب في بطل اسمه كول مكراخ وجدها قوة غريبة عبارة عن كهرباء وحاجات ثانية نتيجة الى انفجار صار في المدينة ولسبب الانفجار هذا شخص اسمه كيسلر وكيسلر هذا ايضا شخص عنده قوة عجيبة واقوى من كول وكيسلر هذا قاعد يسوي جيش كامل وايضا في اللعبة قتل حبيبة كول وطبعا كول حقت على كيسلر ما عارف منه ما يدمنه هذا الشخص غامض بس حقت على الذي يقتله فلما توصل بعدين اخر القيم تقريبا وتتهاوش مع كيسلر وكول يصير في قتال بينه وبين كيسلر الى الموت كيسلر فجأة بعدين يمسك راس كول ويرجع كل الممرز اللي موجودة فيه او ما يرجع يحط الممرز اللي موجودة فيه في راس كول وبعدين تكتشف انت كلاعب تشوف زي فيلم كده يمشي تكتشف ان كيسلر هو كول مكراف جاي من المستقبل وفي وقت كيسلر في المستقبل او وقت كول مكراف المستقبلي في شخص شرير اسمه The Beast دمر كل الانسانية بلايين دمرهم الدرجة انه بس بقى مجموعة صغيرة وفيها كيسلر هو الرئيسة او كول المحق المستقبل وطبعا كول هذاك الوقت ما كان قوي او ما كان عنده ارادة قوية فكان خايف انه يواجه عشان كذا قرر انه يرجع الماضي ويخلي كول اللي في الماضي او هو في الماضي شرير جدا بحيث انه ما يكون عنده رحمه الانسانية عشان كذا قتل حبيبته وخلاه يبيعطاه قوة وخلاه يبيخليه اقوى عشان لما يجي المستقبل يقدر يروح هناك ويقتل البيست ويفوز عليه في الماركز الثاني معنا لعبة بايوشوك في الماركز بايوشوك تلعب شخص اسمه جاك طاحت في طيارة فجأة في وسط البحر وتلقى جنبك في مكان زي منارة حقة البحر فتدخل في المنارة هذي تستكشف وتغامل تكشف انه في مدينة اصلا تحت المايا ومش عارفاش حاجات كثيرة طول الفترة هذي في شخص اسمه اطلس يكلمك عن طريق الراديو وهو يساعدك في كل شي ويطلب منك طلبات كثيرة ولكن يقول وديو كايندلي يعني لو سمحت ممكن او شي زي كذا بطريقة لطيفة فالشخص مره لطيف يعني فطول اللعبة تكشف انه في واحد شرير اسمه اندو رايان انه هو اللي سوى المملكة لتحت المايا هذي بحيث انه يدمر حاجات كثيرة يعني قصة مره مها قعدة ما بيتعب بيكون فيها لكن الفكرة انه اندو رايان هذا شخص شغير فانطول اللعبة تحاول توصل اندو رايان ولما توصل اندو رايان بيكلمك اطلس ويقولك ويقولك وديو كايندلي كيل اندو رايان فلما توصل اندو رايان وتتشوفه وتبي تقتله تكتشف او خموة تكشف تجيك فجأة كذا ذاكرة فجأة تجيك تطبي عليه كذا ذاكرة حاجتك اللي انت فقدتها وتكتشف انه جاك اللي قاعد تدعب فيه هو ولد اندو رايان وام جاك باعت جاك هو صغير الى شخص اسمه فرانك فونتين وفونتين او خنقل فرانك فونتين هو اطلس اللي يكلمك من بداية الجيم وهو نومك تنويم مغناطيسي او خنقل من يوم انت صغير اللي ما كبرت رباك وخلاك بطريقة ان يتحكم فيك بطريقة مغناطيسي بكلمة واحدة فقط وديو كايندلي اي شي يبغى منك يقول لك وديو كايندلي بعن يقول امر وخلاص تسوي فعشان كذا لما قاله وديو كايندلي كل اندو رايان وانت عارف انه ابوك هو بتقتله غصبا عنك في المركز الاول معانا لعبة سايلنت هيل 2 العاب سايلنت هيل مشهور فيها انه في عبارة عن مدينة اسمه سايلنت هيل والابطال يروحون لهناك او احد يناديهم هناك ويحاولون يحلون للغاز واخر شي تكتب انه في حاجة لحظة قاعدة تصير لكن جزء الثاني كان من اكثر الالعاب الاخوين قل الاجزاء اللي كان فيها لحظة مخفلة تلعب بطل اسمه جيمس ساندرلند جيمس ساندرلند جت رسالة مفاجئة من زوجته الميتة وتقوله تعالي سايلنت هيل ودورني فهو استغرب كيف زوجتي ميتة وقاعدة روح ادور عليها فراح سايلنت هيل في هناك بتروح سايلنت هيل وتحل الغاز وتكسف اشياء وتقابل ناس وتعرف على ناس وتساعدهم باشياء وزي كذا اخر شي تدخل غرفة في فندق تكشف فيها شريط فيديو وانت بتاخذ الشريط وبتحطها في الفيديو عشان تشغل تشوف ايش محتوى واول شي بيجي لبالك انت تشوفه عبارة عن سرير في واحدة نايمة وجيمس واقف جنبها ايوه اللي نايمة هي زوجة جيمس وجيمس واقف جنبها هذه الاحداث لما ماتت يوري كيف ماتت وبعدين انت كلاعب تنصد من لما تشوف جيمس يمسك مخدة ويجي يحطها في وجه زوجته ويقتلها السبب ان زوجة جيمس كانت مريضة ومرض جدا شنين وجيمس تعب من انه يعتني فيها فقرر انه ينهي حياته عساس هو يرتاح فكل اللي قاعد يصير في اللعبة وسايلنتل عبارة عن العالم البرزخ او نقول اللي بين الحياة والموت بحيث ان جيمس قاعد يتعذب وقاعد يشوف الاشياء او نقول الذنوب اللي صارت له وقاعد يتعايش معها فطول اللعبة قاعد ترعب انت في مكان بين الحياة والموت وكيف جيمس قاعد يتعذب في حياته وهذا كانت بتنلي اكثر العاب صدمتنا قلوا لنا تحت ايش اكثر لعبة منهم صدمتكم وايضا ما ودي اقول لكم اذكروا تحت العاب عشان ما تصير حق للناس ثانين خلنقول لكم اذا تمون جزء ثاني حطوا برضو اطلبوا جزء ثاني للعبة جيبكم العاب ثانية وعطونا لايك لا تنسون وشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا ويعطيكم العافية كما معكم في هذه الشيحة مع السلامة